صراع على السلطة في السودان يخشى أن يتحول إلى حرب أكثر دموية وأطول أمدا لكن الطرفي الصراع في العاصمة الخرطوم في وضعيتين متباينتين فالقتال يجري بين مجموعتين متفاوتتين في العدد والمعدات العسكرية الفاينانشل تايمز في تقرير لها رصدت قدرات الطرفين ومدى إمكانية استمرارهما في القتال لفترة طويلة القوات المسلحة بقيادة البرهان تملك أكثر من 200 ألف جندي جيش تقليدي يعرف شوارع الخرطوم وتضارسها مترب على الدفاع عن تلك المواقع بشكل جيد كما يدعمه سلاح الجو بتشكيلة من طائرات ميك 29 السوفيتية ومروحيات ومدرعات وصواريخ عدا عن إدارته لمصنع عسكري يزوده بالذخيرة والعربات المدرعة في الجهة المقابلة يتوقع خبراء عسكريون أن قوات الدعم السريع تقاتل بما يقرب من 40 ألف مسلح رغم أن مصادر في الدعم السريع تقول إن عديدها يقترب من 150 ألفا وتعتمد هذه القوات على تشكيلة واسعة من مضادات الطائرات والعربات المدرعة لكنها بطبيعة الحال لا تمتلك سلاحا جويا غير أن هناك نقطة لصالح هذه القوات بحسب فينانشل تايمز وهي الرواتب المجزية مقرنة برواتب الجيش السوداني وبحكم خلفية تجنيدها كجماعة مسلحة قبلية في دارفور وعلى حدود تشاد لا دراية لقسم من عناصر الدعم السريع بتضارس العاصمة ولم يسبق أن توغلت فيها كما تتوغل الآن غير أنها نجحت في ابتكار مسارات جديدة لتوفير الدعم بالذخيرة لإبقاء عناصرها قادرين على خوض معارك استنزاف طويلة لكن يبقى التحدي القائم أمام الدعم السريع هو كيفية السيطرة على العاصمة الخرطوم وهو أمر لم يحدث في التاريخ القريب من أي حركة خارجة عن الجيش أو من محاولات التمرد المتعددة في السودان إيفا عمر الحدث لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات شكراً لك اشتركوا في القناة